يقول هذا السائل ميم سين سين صاحب مزرعة يا شيخ اقترض من دلال مبلغا من المال واشترط عليه الدلال بأنه إذا أراد أن يبيع شيء من مزرعته أن يأتي به إليه حتى يقوم ببيعه هل هذا الشرط جائز؟ نعم هذا لا يجوز هذا شرط لا يجوز لأن القرض إنما هو قرض حسن تمس فيه الثواب من الله وقضى حاجة المسلم ولا يريد من ورائه منفعة دنيوية وكونه يحجز عليها لا يبيع شيئا من مزرعته إلا من عنده ليستفيد من ذلك هذا شرط لمنفعة في القرض وهو ربع وقد جاء في الحديث كل قرض جرى نفعا فهو ربع وأجمع العلماء على ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر